شاركت وزيرة التضامن الاجتماعيين فين القباج ورئيس الطائفة الإنجلية بمصر دكتور أندريا زاكي في احتفالية لدول همم بإحدى المدارس من جانبها أعربت وزيرة التضامن عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في الاحتفال والمجهود الكبير والذي بوذل في دمج الأشخاص دول همم كجزء رئيسي من خطة عمل رئيسية للوزارة بناء على توجيهات ودعم القيادة السياسية سعدت جدا وشعرت بالفخر أن الأسر موجودة بكل أملها بكل الآلام اللي كانت بتبشعرها قبل كده النهاردة فرحانة جدا بأولادها لما بشوفيه اهتمام ودمج ديهم دي رسالة لكل مدرسة ورسالة لكل مسؤول دي مسؤوليتنا وده حقهم علينا وده واجبنا ناحية القطاعات اللي بنشتغل فيها كلهم في مجاله مش بس عشان وزارة التضامن فيها مركز تأهيل ومكاتب تأهيل ومؤسسات وخدمات مختلفة لكن كل مؤسسة عليها واجب تجاه دول الأعاقة وكل فرض مصري أنه يستقبله وأنه يدمجه في المجتمع شفت تفاعل بين زاو الهمم والمجتمع وشفت أديه التعليم بيبن جسور بيساعد المجتمع على قبلهم ودمجهم وبيساعدهم هم أنهم يكونوا قادرين على التفاعل مع المجتمع النهاردة شفت حاجة جميلة حاجة رائعة في مصر فيه نسبة من زاو الهمم علينا أن نشجحهم دول طاقة إيجابية طاقة ابن البلد وعشان كده أنا النهاردة سعيد بكل خريجات هذا القسم اللي أقدموا نموذج للشخصية المصرية القادرة على مواجهة التحدي